السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله ايامكم بكل خير معاكم اخوكم محمد بخالي من شركة بروج حاليا نحن متواجدين في منطقة اكشابات سوف نصور لكم مشروع اكتاورس في منطقة يلدزلي مشروع مميز احنا قربنا حاليا من المشروع مثل ما نشاجين على يد اليمين عندنا الخدمات هناك مطاعم وكفيهات الماركت ومثل ما نشايفين عندنا المسجد الذي يخدم المنطقة بشكل كامل مسجد ضخم هذا المجمع على يدنا اليسار طبعا هنا عندنا المدخل على اليسار مباشرة سوف أريكم الخدمات الموجودة حوالين المجمع عندنا المطاعم بورغار الكباب وعندنا مطعم عربي موجود طبعا هذا شارع رئيسي عندنا مدارس قريبة من المنطقة عندنا مطعم الفيزا عندنا ميكروس ماركت ضخم جدا سلسلة ماركت ضخم لها فرح هنا عندنا كافهات وعصائر طازجة تحف بالمجمع بشكل كامل رح نرجع الان ان شاء الله ندخل المجمع ونوريكم الخدمات اللي موجودة فيها ونصور الشقة اللي معروضة منها موسيقى حاليا نحن متواجدين داخل المشروع خلونا نكتشف إشاء الخدمات اللي موجودة فيها طبعا مشروع ما شاء الله تبارك الله على مساحة كبيرة جدا هي عبارة عن ستة بلوكات تقريبا فيها جميع الخدمات موسيقى طبعا يتميز المشروع بالمساحات الخضراء اللي موجودة فيها أولا عندنا هنا العب الأطفال لو تلاحظوا مساحة كبيرة جدا وعندنا عدة أنواع من ألعاب هنا عندنا ملعبين ملعب كرة خدم ملعب سلة متفضلوا نكمل طبعا عندنا هنا النوافير منظر جميل صراحة تكون لها إضاءات جميلة عادة في المساء إطلال أمامية كاملة على البحر شايفين أنتم من المواقف أو من الدور اللي موجودين فيه طبعا من ضمن الخدمات عندنا مسبح مغلق نادي رياضي مغلق إن شاء الله نحاول نغطيها لكم بإذن الله في المنطقة هذه عندنا شلالات ونوافير صراحة الفيزاج أو المنطقة الخضرة جميلة جدا ومنطقة شرحة طبعا لو تلاحظوا على يدكم اليمين عندنا الجلسات جلسات عائلية مرتبة جدا ومساحة كبيرة أيضا يعني فيها ما يقارب أربعة أو خمسة جلسات أكثر ممكن توصل إلى ثمانية جلسات لو تلاحظوا المساحات الخضراء صراحة جميلة جدا يعني لمسات الشركة المطورة كانت لمسات جميلة ندخل وياكم للبلوك A رح نعمل لكم إن شاء الله تصوير للشقة اللي نعرضها لكم هي في الطابق 14 مساحتها 212 متر مربع وهي عبارة عن أربعة غرف صالة تفضلوا إيانا طبعا وصلنا للبلوك A مثل ما تلاحظون عندنا جودة الأمار فيها عادية جدا أول ما ندخل ما شاء الله تبارك الله شايفين الخلفية كيف يعني طلالت فندق خمسة جوم طلالت مدخل جميل جدا هنا عندنا الريسبشن لو تلاحظوا مكتب الريسبشن يعني مدخل واسع ومرتب جدا عمليين ديكورات جميلة جدا لمسات فنية عندنا إجمالي مصعدين مصعد على يدنا اليمين مباشرة أيضا المصعد الثاني على يدنا الاساب فضلوا إيانا نطلع للدور 14 وصلنا للطابق 14 طبعا مثل ما تلاحظوا الدور الواحد فيها 4 شقق حتى الممرات فيها جميلة جدا عمليين فيها ورق جدران ما شاء الله تبارك الله ألوان بتناسقة طبعا الآن وصل لها الغاز الطبيعي لكن هذه السنة هذي ما شغلوها من السنة القادمة سيبدو يشغل الغاز الطبيعي اللي يستخدموها للتدفئة طبعا البلوك إي شقة رقم 57 راح نعرضها لكم الآن بالتفصيل بسم الله الرحمن الرحيم دخلنا الآن داخل الشقة نحب نبدأ ملجه اليومنا طبعا عندنا المطبخ على يميننا مباشرة صراحة عامل حركة حلوة يعني المطبخ عندنا هنا منطقة للسفرة أيضا مفتوحة على غرفة الغرفة هذه تقدر تستخدموها كغرفة للطعام مثلا أو للسفرة بشكل كامل التصاميم فيها جميلة جدا طبعا لون أبيض مع البيتش نمسات جميلة جدا صراحة جودة عالية خشف فيها جودتها عالية جدا والمساحة أيضا تعتبر كبيرة يعني طبعا الواجهات الأمامية المطور عملها قد ما يكتر وسع فيها القزاز حيث أن تكون إطلالة البحر كاملة مثل ما أنتو شايفين طبعا هذه الغرفة اللي ذكرناها لكم طبعا تعتبر مشتركة ويها المطبخ تقدروا تستخدموها كطاولة للطعام مثلا نخرج من الغرفة نتوجه نشوف التفاصيل الأخرى طبعا هنا عندنا المدخل الرئيسي للشقة هذه البوابة الرئيسية لو تلاحظوا فيها الأمان عالي جدا هنا عندنا الممر ديكورات جميلة في الممر الإنارات المخفية صراحة ديكورات جدا جميلة هنا عندنا الصالة اللي هي تقريبا أفضل جزء في الشقة أو المستخدم بشكل يومي اللي هي غرفة الجلوس يسموها أو الصالون طبعا مثل ما تلاحظون هذه الديكورات جميلة جدا تضع فيها دوات الزينة مثلا وعندنا الواجهة الأمامية تعتبر بانورامية قزاز بالكامل ما أخذ إطلالة كاملة على البحر أيضا لها إطلالة جميلة على المدينة نشوفها بشكل أوضح من البلكونة طبعا فيه نقطة مهمة حب أوضحها لكم التدفئة في الشقة تدفئة أرضية وهذه عادتها مرغوبة مش متوفرة في أغلب المشاريع الشركة المطورة ما شاء الله اهتمت في الأمور هذه والتدفئة فيها أرضية تعطي تدفئة أكثر بأقل تكلفة طبعا هنا عندنا البلكونة البلكونة أيضا نفسها عندنا تدفئة أرضية فيها أنا أحس طبعا بالدفئ في الجو مثل ما نشوفوا الإطلالة الأمامية صراحة إطلالة كاملة على البحر لا يمكن أحد يغطي عليكم حاليا في الدورة 14 والأراضي اللي أمامنا الآن مسموح فيها ثمانية دوار فقط يعني ما في شي رح يغطي علينا لو تلاحظوا المنطقة هذه عندنا إطلالة كاملة على المدينة أيضا فالمسأة تكون إطلالتها جميلة بعد تشتغل الإضاءات نقدر نشوف خدمات المجمع من المنطقة هذه طبعا عندنا الجلسات العائلية التي ذكرناها لكم لو تلاحظوها وأيضا عندنا النوافير بالإضافة إلى الملعب وأيضا ألعاب الأطفال طبعا المجمع يقع على شارع رئيسي امتداد 25 كيلومتر تقريبا موازي الشارع الساحل أو خط الساحل خلوكم وينا نكمل نشوف باقي الغرف طبعا شفنا الغرفة الأولى شفنا الصالة الشقة عبارة أربعة غرف صالة مساحتها 212 متر مربع هذا جهاز التحكم بالتدفئة الأرضية تقدر تعايروها بالطريقة التي تريدوها طبعا هنا عندنا الممر دورة المياه الأولى على شكل عربي يسموها طبعا في مجال لكم تحولوها الأفرنجي المواد المستخدمة جميلة جدا هنا عندنا دورة المياه الرئيسية طبعا فيها جاكوزي مغسل جاهزة جاكوزي بالإضافة إلى الكولوزيت أكرمكم الله طبعا هنا على يدنا اليمين عندنا الغرفة الثالثة أو الثانية آسف طبعا البلكونة فيها مشتركة ويصالة وهنا عندنا الغرفة الثانية الثالث آسف طبعا الجمالي فيها أربع غرف لو تلاحظوا فيها أيضا الجام الوسيع بحيث معطي أيضا إطلالة للمدينة وأيضا إطلال البحر ما شاء الله تبارك الله عندنا جامعين أو مسجدين تخدم المنطقة قريبة تبعد عن المجمع واحدة منها 50 متر فقط والأخرى تقريبا 150 متر هنا عندنا غرفة النوم الرئيسية إن شاء الله فيها ديكورات سكف جميلة جدا مساحة جيدة شرحة وأيضا لها بلكونة مثل ما تلاحظون لها بلكونة خارجية بلكونة متواضعة جدا أيضا لها أطلالة كاملة على البحر واطلالة على المدينة طبعا المساحة كبيرة ما شاء الله فيها الدرسينج روم مثل ما تشايفين فيها الدرسينج روم عندنا هنا تمديدات الغسالة تقدر تحطوها في الجهار والدفاية أيضا وهنا عندنا دور تلمية الرئيسية اللي تخدم الغرفة الرئيسية كان وياكم أخوكم محمد بخاري من شركة بروج أتمنى الفيديو هنا لإعجابكم وأتمنى ما تنسوا تفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر